وصلني سؤال عن الفرق بين هالكلمتين الفرق الأول هو الفرق بالنطق فالكلمة الأولى تنطق ستل ستل صوت الإي هني عندنا س إ ستل أما ثاني كلمة فتنطق ستل ستل فهني عندنا حرف اليو صوته أ فتصير س ومثل ما أنتم لاحظين عندنا حرف البي سايلند ما ينطق فالكلمة تنطق ستل الشغلة الثانية هي بالنسبة لصوت حرف الاس بالبداية ينطق كأنه قريب من حرف الصاد باللغة العربية يعني ما هو الس ولا هو ص هو شي بين الأثنين أو صوت بين هالصوتين فحتى تلاحظون عندنا بالكتابة باللغة العربية يكتبون اسم الكلمة اللي تبدأ باس معيو بحرف الصاد مثل عندنا مطعم سبوي يكتبون بصوت أو بحرف الصاد لأنه هو مايل أو قريب من صوت الص أما بالنسبة للمعنى فمختلف تماما كلمة ستل هي فعل وتيب كذا معنا تيب معنى أن شخص ينهي نقاش أو مثلا يختار شغلة أو حتى يعيش بمكان أما ثاني كلمة ستل فتيب معنى شيء غير واضح إذا كنا قاعدين نوصف شغلة أما إذا كنا قاعدين نوصف شخص فتيب معنى أنه هو محترف أو شاطر بشغلة ليسويها ترجمة نانسي قنقر